سلام لبنات كثيرين لفسي عليكم امركم عني وكل شي بخير كنت من ان شاء الله الفيديو يلقاكم في صحة جيدة وباحسن الاحوال ان شاء الله اليوم غايت نعود بنشارك معكم الفتيل الشطبق بزيف دي اللي بناس اللي قالوا لي اياهم ما كديهمش اااا ما عرفوش يفتلوها بها الطريقة اللي كنفس البياء كديهم صعيبة اليوم ان شاء الله انا غايت نشارك معكم وحب الطريقة اللي سهلة مهلا وما كدش دي لكل وقت وشوفوا معي كيفاش كدش كدي مفتولة ورقيقة لانا في صراحة اكلة مميزة وصحية غنية بالفيتامينات ندوزو المقادر وطريقة التحضير احنا بركتي الله نبدأوا بالمرقه هي اللولة ممكن ناخدوا كمية دي الفول والعدس عندي هنية الملحة ومبزار شوية حميرة الخرقوم والسكنجبير ماطيشة مطحونة كان عندي بالفريقو ودرج شوز ماطيش كل حق يمكن لك تستعملي الحلبة اللي بغايت تستعمليها والمساخن بالنسبة لي انا هنا ما غاديش نديرهم حين تطلبتها ليا واحد السيدة كتوحم لانا منوع لها الحلبة والمساخن وغادي ندير زيت العود وغادي نخلطهم وندير غير واحد شوية دي الماء ونديرهم يتقلعوا كنزة دروس دي التومة اربعة دروس دي التومة يمكن لك تحكي او تديرهم بحلوكة سينين اه غادي ننخلطهم بزيان دوب ماطيشة وغادي ننروي تقريبا غادي ندير جوجيته دي الماء كي بقى الماء لحسب الكمية اللي انت بغي يديري ومن بعد كنسد عليها على الكوكوت وكنخلي الفول دي سيطيبه كندوز هنا يلطحن كنناخد للقمح كننغربله نديره غرفة الغربة دي السلب كنخليه شوية غلاد كنرش عليه الماء وغير كنخلط بحلقة ما كنفتلو ما كنفتلو ما وغير كنخلطو كيف ما شوفو معي را كي يبقى حبيبات غلط بالنسبة للبنات اللي ما كيعرفوش لي هارا غادي نلقاو صعوبة في اللول لان كتبغي تفتل ترشغير 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 خاطر وترشغير شوية دي الموت كتلي بشوي وشوي من بعد صافي كتبغي طيعة لك في الدك كيف ما كنقولو كتبغي تغيير كتبغي تاخد العبار في الدك كتبغي شوية دي الموت كتخلطي صافي كتبجيك سهلة من بعد كيف ما كتشوفو معي كنهزة كنضي لك لها شوار طريقة سهلة ما فيها لمحين لعدب لولو انا ما كنتحنيهش بزيك كتبغي تشوفو غير كان نورك وكان قطع صافي شوفو معي هنا كيف حجز كنا اخد يا اما السيار ولا شي شبيكة هاتشي بكة هنا كتنفعني كتجيني زوني هنا في تغابل ديالها صافي شوفو الطحين لكي طيح قاعدة تشرق لكي طيح وكي بقالية على الحبيبات الغلاد في الشوكة هنا تخليه شغلية هذا بزف وما تجيش ترقيقه بزف جاء له هاتشكل وهذا كنتحن لكي طيح كنناخدوتها هو كندير فيها كنفزو شوية بالماء وكنعود نخلطه وكنتحنه من بعد ما كنكملها كاملة كنناخد آآ شوية دي الزيت العود وكنت هنا بيها انه لكان عندك الوقت غيمكنك تستعملي كمية كبيرة وكيف ما بتزيد الوقت اللي اتبغي تدري الفتيل تشاطره كتدري غير المرقة وكتت تدوريها بيها من بعد ما كتب العدس والفول كنحل الكوكوت آآ إلى الخيني ها نقصات من النهار شوه كنزيدو فيها دماء ساطي ومن اللي كتغلى كنبدا نزيد في آآ الطقيق اللي احنا فتلنا ما تخافوش منو را ما يتعجنش ليكم حدا هنينو في الزيت كنبقى نزيد بشوية بشوية وكننحرك دروري ما تحركوا وكنبقى نطلع لها مرة مرة وكننحرك حتى كطيب هنا ربنا ترى نزيد وحد شوية لي السمين كانت ما درتوش في الأول ودرتو دابا غير شوية باش ينسل وكيف ما كتوفوا معي هذا هو الشكل النهائي كتجي فتل تشطب على هاتشكل ما كتمحنكم لفي فتل الفوالو غير بالغاشوار السراحة بينكم بتجي النتيجة الروعة حسن من دي الفتل اللي كتوفت تفتلي بيديك كتاخد لك الوقت بزاف وما كتجيش قاعد خيقة بحلاكة يعني لها شوار برافع لها طوب كنتمنى الفيديو نال اجاو دي لكم ونكون فتل الاخوات اللي الصابع اللي هم فتلوها بليد استعملوا هات الطريقة دي اللاشوار ارا هكا تعطي نتيجة زوين بالسف شكرا على المتابعة دي لكم وما تنسو نشمر لايك واشتراك والبارتاج وخلوا لي اتعاليق زوينين دي لكم ترقوا في فيديو جديد ان شاء الله بسلام عليكم موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر